أذكركم بما خاطب به صاحب الأمر أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا الطوسي مصداق واضح لما يقوله إمام زماننا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا مؤسس حوزة النجف الطوسي وهذا زعيم حوزة النجف إنه الخوع ولا زال زعيما لها إلى يومنا هذا فكل مراجع النجف من السيستاني إلى البقية الباقية كلهم من تلامذته ما السيستاني إلا حرف صغير في كتاب كبير اسمه الخوع فمن مؤسسي حوزة الطوسي الذي هو الطوسي نفسه إلى زعيم حوزة الطوسي زعيم الحوزة العلمية إنه الخوعي هذا الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات إنها أجوبة الخوعي وأحد تلامذته من مراجع وقته مرز جواد التبريزي هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة الطبعة الأولى 1431 هجري قمري صفحة 446 من الجزء الثاني رقم السؤال 1520 السؤال طويل سؤال عن سهو المعصوم عن سهو النبي ماذا أجاب الخوعي القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية يعني أن المعصومة يمكن أن يسهو في الموضوعات الخارجية هذه المساحة أوسع بكثير من المساحة التي تحدث عنها الطوسي لأن الطوسي وضع حدودا حينما قال من أنهم ينسون إلى الحد الذي لا يوصل إلى الإخلال بكمال عقولهم ما يصيرون مخابيل وقال أيضا من أنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم ما قال من أنهم ينسون كل متصرفاتهم وإنما ينسون أكثر متصرفاتهم يعني يتذكرون بعض شؤونهم وكذلك قال من أنهم ينسون ما جرى عليهم ما جرى عليهم في ماضي الزمان ينسون الماضي ماذا أقول عن الطوسي هذا الناس لا تنسى ماضيها خصوصا إذا كان ماضيا مميزا إن كان مميزا بالآلام أو كان مميزا بالكرامة وعلو المنزلة وتمام الشرف فالناس لا تنسى مفاخرها ولا تنسى مصائبها لكن محمدا وآل محمد بحسب الطوسي ينسون ما جرى عليهم في ماضي الأزمان وينسون كثيرا من متصرفاتهم وينسون وينسون إلى الحد الذي ميصيرون مخابيل صلوات الله عليهم هذه عقيدة الطوسي عقيدة هذا الأخبر ألعن من عقيدة الأخبر الأول القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية مطلقة الموضوعات الخارجية يمكن أن يتطرق إليها السهو والنسيان بغض النظر عن هذه أمور أهم وتلك أمور مهمة وتلك أمور غير مهمة فإن السهو والنسيان يتطرق في جميع هذه الجهات فمساحة السهو والنسيان تكون أوسع هذا مقتضى كلامه هذا هو كلامه عودوا إلى الكتاب وقرأوا كلامه أنا لا شأن لي بما يعتقد في قلبه هل يعتقد بهذا لا يعتقد بهذا هذا أمر راجع إليه المرجع عندي الفقيه عندي هو كتاب سطور كلمات أقوال أهراء دروس محاضرات هذا هو العالم عندي وعند كل باحث وعند كل محقق نحن لا نعلم النوايا نحن نتحدث عن كتب عن فتاوى عن أجوبة عن دروس عن شيء يؤلف وينشر ويبقى موجودا والعالم يعرف بهذا لو كان هذا الأمر ليس صحيحا في نظره لصححه لنبه عليه فهذا واجب شرعي لا يجوز له أن يوقع الناس في الضلال وهو قادر على تصحيح ذلك الضلال هذه عقيدته هذه عقيدة الخوئ نذهب إلى فاصل القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية هذا هو منطق حوزة النجف قرأت عليكم ما قاله مؤسس الحوزة الطوسي من تفسيره التبيان من الجزء الرابع فيما ذكره في تفسير الآية الثامنة والستين بعد البسملة من سورة الأنعام وقرأت عليكم جواب الخوئ الذي كتبه بخط يده في آخر أيام حياته هذا الجواب كتبه الخوئ بخط يده في آخر أيام حياته هذه عقيدته التي مات عليها مات على عقيدة ضالة بدرجة مئة بالمئة دائرة الموضوعات الخارجية احتمال تطرق النسيان والسهو إليها وارد في جميع جهاتها فالمعصوم يسهو في صلاته لأن صلاة من الموضوعات الخارجية ويسهو في صيامه ويسهو في حجه ويسهو في شؤون بيته ويسهو في شؤون إدارة الشيعة ويسهو في كل شيء فقط في دائرة التبليغ الطوسي كان أرحم دائرة السهو والنسيان عند الخوء أوسع بكثير من دائرة السهو والنسيان عند الطوسي أتعلمون لماذا لأن حوزة النجف مثل بول البعير كل ما جالها ترد لي وراء لأن حوزة النجف مثل ذيل تشليب كلما طهل الزمان كلما ازداد عوجاجه هذا كلامه هذه كتبه ما جئت بشيء من عندي قارنوا بين منطق الطوسي والخوء وبين منطق إمامنا الرضا وبين المنطق الذي يعرض عليكم عبر شاشة القمر ما هو بمنطقي أنا ناقل مثل ما قلت لكم أنا راوية حديث أنا ناقل أنا أروي لكم حديثهم أضعوا حديثهم بين أيديكم قارنوا بين المنطق الذي تستمعون إليه عبر شاشة القمر وبين منطق هؤلاء الأوباش الذين يلقبون بأعظم الألقاب أوباش سفهاء حمير تلقبونهم بأعظم الألقاب وتقدسونهم وتنصبونهم محل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم يخالفون الأئمة في كل شيء صدقوني صدقوني أنا لا أريد أن أكذب عليكم لكنني أنقل لكم تجربة كاملة عبر عقود من الزمن لأكثر من أربعين عاما أنا أتابع كتب مراجع النجف وكربلاء من زمن الطوسي إلى يومنا هذا ما وجدت فيهم واحدا على منهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم على الأقل من وجهة نظري فإنني أأخذ كتب هؤلاء المراجع وأقوم بمقارنتها بما قال محمد وآل محمد على مستوى التفسير على مستوى العقائت على مستوى الفتاوى على مستوى قراءة التأريخ وعلى مستوى سائر المعارف الدينية الأخرى صدقوني ما وجدت واحدا منهم على منهج محمد وآل محمد إلى هذه اللحظة وحق الزهراء البتول لو وجدت واحدا فإنني سأقول لكم وجدت فلانا لكنني إلى هذه اللحظة وأنا أواصل بحثي وقد بحثت كل كتبهم فما وجدت واحدا منهم إلى هذه اللحظة على منهج محمد وأهل محمد نعم قد يكون عند سين شيء بدرجة واحد بالمئة وقد يكون عند ساد شيء بدرجة اثنين بالمئة وهؤلاء هم خيارهم خيار القوم هذا من وجهة نظري وأنا أملك الأجوبة لو سئلت إن كان السؤال في الدنيا أو كان السؤال في الآخرة فإنني أمتلك الأجوبة والمصادر والوثائق مثل ما أعرض لكم هذه الحقائق وما تشاهدونه من جرأتي في وصفهم لهذه الأوصاف فذلك ناتج من التحقيق الطويل وفي معرفتي لحقائق هؤلاء وأنا أعتقد من أنني حين أصفهم بهذه الألفاظ السوقية إنها كثيرة بحقهم هم أسوأ من ذلك هم أسوأ وأسوأ وأسوأ من ذلك صاحب الأمر يقول عنهم من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون يعني أنهم يعلمون فهم خونة سفلة الإمام الصادق يصفهم بأنهم أضر من شمر وحرملة ما قيمة هذه الأوصاف التي أصفهم بها أعتقد أن الأمر صار واضحا للذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة كما هي من دون مجاملات ومن دون تقية ومن دون خوف أو حذر من أحد هذه هي الحقائق كما هي نذهب إلى فاصل أتمنى عليكم أن تدققوا معي في الآيات التي سأذكرها لكم لأنني لا أملك وقتا طويلا كي أطيل الوقوف عند كل آية سيأتي ذكرها ما تقدم في الجزئين المتقدمين في الحلقتين الماضيتين وما تقدم من بداية الحلقة إلى الآن أتمنى عليكم أن تقارنوه بالآيات التي سأذكرها لكم مثل ما بيّنت لكم في قاعدتي المطالع والمجاري فإن الآيات وإن الأحاديث كذلك قد يأتي بعضها لبيان 20% من مضمون الحقيقة ويأتي بعضها لبيان 50% من مضمون الحقيقة وهكذا وتأتي نصوص أخرى من الآيات والأحاديث تبين الحقيقة الكاملة فالقرآن له مطالع ومجاري يجري مجرى الشمس والقمر مثلما يختلف ضوء الشمس من ساعة إلى ساعة وتختلف درجة كاشفية الضوء فعند الغروب مثلا قبل أن يغيب قرص الشمس ضوء الشمس يصل إلى الأرض هل يكون كاشفا بدرجة كاشفية ضوء الشمس عند الزوال مثلا فضوء الشمس له مطالع وله مجاري لأن الشمس لها مطالع ومجاري وكذلك القمر والمعاني والمضامين في الآيات والأحاديث كذلك هناك حكمة مثلما هناك حكمة أن ضوء الشمس عند الشروق يكون بدرجة كذا وعند الضحى بدرجة أخرى وعند الزوال وهكذا والأمر هو هو بالنسبة للقمر فالهلال في أول ليلة ليس كالهلال في الليلة الرابعة وهكذا فإن الأمر يختلف حينما نقترب من منتصف الشهر القمري فالقرآن والأحاديث تجري مجرى الشمس والقمار فآيات تبين جانبا من المعنى وآيات تبين جانبا أوسع وهكذا ما هو نظام الكون كله مبني على قانون التجليات والتجليات هي هكذا وما في التكوين ينعكس في التشريع اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله أجمل الجمال وكل جمالك جميل وكل جمالك جميل هذه أيضا مراتب لا عدد لها ولا حصر كل مرتبة بحسبها لكن المرتبة الأعلى هي مرتبة أجمل الجمال اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله واذهبوا إلى آخر الدعاء التفاصيل واضحة الدعاء يتحدث عن عالم الغيب وعالم الغيب ينعكس تكوينا في عالم الشهادة وما في عالم التكوين في عالم الشهادة ينعكس في التشريع لأن التشريع إنعكاس عن عالم التكوين ما يسمى بملاكات الدين ملاكات التشريع هي الحالات التكوينية الناتجة عن السنن والقوانين الكونية التي تترتب عليها المصالح والمفاسد في حياتنا ولأجلها يأتي التشريع لجذب المصالح ولدفع المفاسد وكلاهما المصالح والمفاسد نتاج من حركة القوانين التكوينية في عالم الكون ما هو هذا الدين وهذا التشريع وهذا القرآن أذهب بكم إلى سورة الأنبياء وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها دققوا في الآية وتدبروا فيها وله من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض له إنا لله وإنا إليه راجعون وله من في السماوات والأرض ومن يعبر في العربية بها عن العاقل وله من في السماوات والأرض كل ذي عقل مدرك عارف هو مملوك لله سبحانه وتعالى السماوات والأرض عنوان عن الوجود يعبر عن الوجود في الكتاب الكريم بالسماوات والأرض هذا مصطلح نحن لا نتحدث عن جغرافيا أو عن فلك هذا عنوان إذا كان الحديث عن الأفلاك فإن الأرض كوكب صغير في عالم الأفلاك الوسيع وإذا كان الحديث عن السماوات بما هي هي فإن وراء السماوات ما هو أوسع منها عوالم النور هم أخبرونا بذلك قرآنهم المفسر بتفسيرهم هو الذي حدثنا عن ذلك لكن هذا العنوان هذا العنوان ليس عنوانا جغرافيا وليس عنوانا فلكيا السماوات والأرض عنوان للوجود وماذا تقول الآية ومن عنده هذه من ثانية من في السماوات والأرض في كل الوجود هذه من الثانية لماذا عزلت انتبهوا للآية وله من في السماوات والأرض وله من في الوجود إذن هذه من الثانية لمن تعود ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يصيبهم الملل يسبحون الليل والنهار لا يفترون وله من في السماوات والأرض من الأولى تشير إلى كل ذي عقل ذي إدراك في كل الوجود البشر داخلون فيها الجن داخلون فيها الملائكة داخلون فيها سائر المخلوقات التي تملك عقلا في هذا الوجود ونحن لا نعرفها داخلة فيها وله من في السماوات والأرض البشر الملائكة الجن سائر المخلوقات من الثانية لمن وله من في السماوات والأرض ومن ومن عنده ومن عنده ومن عنده نحن نقرأ في أدعية الشهر رجب في أدعية المبعث في أدعية ليلة المبعث ويوم المبعث وباسمك الأعظم 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 أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من دعاء ليلة المبعث إنها ليلة السابع والعشرين من شهر رجب وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته اسمه مخلوق مرة علينا في مجموعة حلقات أعرف إمامك حينما حدثتكم عن عقيدة التوحيد عن شؤون عقيدة التوحيد في منهج العترة الطاهرة مر الحديث عن الإسم الأعظم وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك محمد وأهل محمد ومن عنده هؤلاء هم ومن غيرهم من غيرهم من غيرهم وله من في السماوات والأرض كل الكائنات التي تحمل عقلا ومن ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة ومن عنده وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وله من في السماوات والأرض ومن عنده فالجميع في جهة وهؤلاء في جهة أخرى وفي جهة قريبة من ومن عنده الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك مرتبط بك أقرأ عليكم من الهداية الكبرى للحسين بن حمدان وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاخ بيروت لبنان الطبعة الثانية 2005 ميلادي الهداية الكبرى للحسين بن حمدان صفحة 433 الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه الإمام الصادق يحدث المفضل ابن عمر عن هذه الآية ثم يقول له ويحك يا مفضل ألستم تعلمون أن من في السماوات هم الملائكة ومن في الأرض هم الجان والبشر وكل ذي حركة فمن الذين فيهم فيهم يعني في السماوات والأرض ومن عنده الذين قد خرجوا من جملة الملائكة ومن جملة الذين ذكروا قال المفضل من تقول يا مولاي قال يا مفضل ومن نحن الذين كنا عنده ولا كون قبلنا ولا حدوث سماء ولا أرض ولا ملك ولا نبي ولا رسول قال المفضل فبكيت وقلت يا ابن رسول الله هذا والله الحق المبين ماذا تقولون لمراجعكم للسيستاني وللخوئي ولغيرهما الذين يضعفون حديث الكساء اليماني لا يضحكون عليكم يقولون لكم من أنهم يصححون حديث الكساء يصححون حديث الكساء الذي هو في كتب النواصف واقعة حديث الكساء في بيت أم سلم أنا أتحدث عن حديث الكساء اليماني الفاطمي الذي فيه أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض متحية إلى بقية تفاصيل الحديث إلا في محبتها أولى إلا لأجل هؤلاء فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هذا الحديث سيستانيكم وخوئيكم وسائر الذين ماتوا وسائر الباقين ينكرون هذا الحديث لماذا لأن قواعد علم قنادرهم الذي هو علم الرجال يضعف هذا الحديث أهل محمد أمرونا أن نعرض الأحاديث على قرآنهم هذا هو قرآنه وله من في السماوات والأرض هذا في جهة ومن عنده ومن عنده إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض متحية إلا لأجل هؤلاء الذين عنده الذي خلقه فاستقر في ظله هذا هو الإسم الأعظم 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 إنها الحقيقة المحمدية العظمى الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره ومن عنده عطر أهل محمد يفوح من هذه الآيات وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وإي حكاية مفضل ألستم تعلمون أن من في السماوات هم الملائكة ومن في الأرض هم الجان والبشر وكل ذي حركة فمن الذين فيهم ومن عنده الذين قد خرجوا من جملة الملائكة قال المفضل من تقول يا مولاي قال يا مفضل ومن نحن الذين كنا عنده ولا كون قبلنا ولا حدوث سماء ولا أرض ولا ملك ولا نبي ولا رسول قال المفضل فبكيت وقلت يا ابن رسول الله هذا والله الحق المبين حتى لو لم تكن هذه الرواية وأمثالها الآية واضحة من التدبر في ألفاظها خصوصا إذا رجعنا إلى الأدعية الشريفة وإذا رجعنا إلى حديث الكساء اليماني الفاطمي وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون الذين عزلوا ووضعوا في موضع كهذا الموضع لا تجري عليهم المواصفات التي تجري على المجموعات التي عنونت بهذا العنوان من في السماوات والأرض هؤلاء شيء ومن عنده شيء آخر ومن هنا فما جاء في الكتاب الكريم من مواصفات تتناسب مع المجموعة الأولى وصفت بها المجموعة الثانية لأجل المدارات هنا تأتي القواعد العلوية في التفسير نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة قاعدة المحكم والمتشابه قاعدة المطالع والمجار إنه الجود بالنفس الذي هو أقصى غاية الجود شاء الله أن يراك قتيلا يا حسين فمثلما شاء الله أن يراك قتيلا لأجل أن يستنقذ العبادة من الجهالة وحيرة الضلالة فإن الله شاء أن يصف نبيه وآل نبيه في الكتاب الكريم بالنحو الذي يؤدي إلى هداية الناس فهناك مرحلة التنزيل وهناك مرحلة التأويل في مرحلة التنزيل كان مناسبا للناس مثل هذا المنطق لكن في مرحلة التأويل احتجنا إلى الالتزام بقواعد التفسير العلوي من هنا بايعنا بيعة الغدير فهذه المضامين التي هي من شؤون المجموعة الأولى وله من في السماوات والأرض طبقها القرآن على المجموعة الثانية ومن عنده ومن عند الله في مرحلة التنزيل لماذا لأن مرحلة التنزيل كانت تتناسب مع العقل الجاهلي والعقل الجاهلي كان بحاجة إلى تدريب إلى تدرج في التعليم وكان المسلمون آنذاك يعتمدون اللغة في فهم الكتاب لكن في بيعة الغدير دخلنا في مرحلة التأويل وبايعنا على هذا ففي مرحلة التأويل وهي حقيقة القرآن وما يعلم تأويله ما يعلم حقيقته الأولى إلا الله والراسخون في العلم فلا أنا أعلمه ولا أنتم تعلمونه ولا الطوسي يعلمه ولا الخوئي يعلمه الذي يعلمه علي وآل علي فقط من هنا بايعنا بيعة الغدير فأمرنا رسول الله أن نأخذ قواعد الفهم من علي من علي فقط هذا علي يفهمكم بعدي فإذا أردتم أن تفهموا القرآن فخذوا قواعد التفسير وقواعد التفهيم من علي فقط لماذا تذهبون إلى النواصب من صخم الله وجوكم مراجع النجف وكربلا طيح الله أحظكم وطيح الله أحظ الشيعة اللي ماشي وراكم وله من في السماوات والأرض ومن عنده من عنده أهل محمد ولذا هم يقولون لا يقاس بآل محمد أحد لا يقاس بآل محمد أحد لا من هذه الأمة ولا من غيرها ولا من جميع الخلائق أهل محمد يقاس بعضهم ببعض بالضبط مثل ما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض إذا أردنا أن نقيس محمدا وآل محمد فإننا نقيسهم بأنفسهم فقط لا يقاس بأهل محمد أحد وهذا هو القرآن وضع الخلائق في جهة ووضعهم في جهة أخرى وله من في السماوات والأرض ومن عنده إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة منطق واحد ألا لعنة على منهج حوزة النجاف ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على علم أصولهم وعلم كلامهم وعلم تفسيرهم ألا لعنة على فتاواهم ألا لعنة على حوزة الطوسي هذا هو منهج العترة الطاهرة زياراته رواياته أحاديثه قرآنه تفسيرهم لوحة متكاملة ومنظومة دقيقة متسقة متناسقة وأن أرواحكم ونوركم سادة آل محمد وأن أرواحكم ونوركم أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة الجامعة الكبيرة كتاب موجود في بيوتكم فعودوا إليه وتدبروا في عجائبه وغرائبه وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقي حتى من علينا بكم فأسأنا إليكم وقصرنا في حقكم وظلمناكم ومن أشد ظلامتكم أننا شيعتكم من أشد ظلامات محمد وأهل محمد هاي الشكو الآن وأنتم هالسرابيت وذول ذول السفلة اللي يسمونهم آية الله العظمى أننا من شيعتهم من شيعة محمد وأهل محمد أكبر ظلامة لمحمد وآل محمد هي هذه نذهب إلى فصل وإلى سورة صاد إلى الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة وما بعدها فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم أجمعون إلا إبليس إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين من الذين هم عندي الحديث عن رسول الله ينقله لنا الشيخ الصدوق بسنده عن أبي سعيد الخدري عن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله بنحو موجز النبي يقول حينما سئل عن العالين هنا قال العالون أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين هؤلاء هم العالون ومن عنده ومن عنده وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هؤلاء هم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيداي أستكبرت أم كنت من العالين من العالين الذين لا يسجدون لأحد وإنما الكل يسجد لهم وسجد الملائكة كلهم أجمعون لنور شع منهم في أبينا أهدم فما بهلك بينهم يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين الآيات واضحة واضحة في سورة المؤمنون في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة في سياق خلقة الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المؤمنون إلى أن تقول السورة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين مر هذا الكلام علينا في مجموعة حلقات أعرف إمامك الخالقون منهم الذين يقارن الله نفسه بهم حتى يكون أحسن منهم الخالقون محمد وآل محمد هؤلاء هم الخالقون العالون ومن عنده فهل أن الله يقارن نفسه بشيء لا وجود له هذا الكلام منطقي أو أنه يقارن نفسه بالنجار الذي يصنع الكرسي ويقال عنه من أنه خلق كرسيا أو أنه يقارن نفسه بعيسى المسيح الذي كان يخلق طيرا من الطين ما قيمة ما كان يقوم به عيسى إلى خلق الله حتى يقارن الله نفسه بخلق عيسى لا بد أن تكون المقارنة قريبة المقارنة القريبة أن يقارن سبحانه وتعالى خالقيته بخالقية محمد وآل محمد لأنهم في أعلى درجات الخالقية وهو الذي جعلهم كذلك من هنا كان هو أحسن الخالقين أحسن الخالقين لأنه خلق الحقيقة المحمدية التي خلقت كل شيء على أكمل وجه وأتم ما يمكن أن يكون وكان كل هذا بعطاء وفيض من الله فلذا كان الله أحسن الخالقين لأنه هو الذي خلق الحقيقة المحمدية التي خلقت كل شيء خلق الله المشيئة بنفسها هكذا حدثتنا الأحاديث أول ما خلق الله خلق المشيئة المشيئة مخلوقة وهي الحقيقة المحمدية فإرادة الله تجلت فيها خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة إذا أردتم الإطلاع على التفاصيل عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك فتبارك الله أحسن الخالقين هؤلاء هم العالون وهم الخالقون بدرجة كاملة إلى الحد الذي أن الله يقارن نفسه بهم وإلا بمن يقارن الله نفسه أنتم سلوا أنفسكم فتبارك الله أحسن الخالقين وفي السورة نفسها في سورة المؤمنون في الآية الثانية والسبعين بعد البسملة أم تسألهم خرجا أموالا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازق هناك رازقون سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهم فلا بد أن تكون رازقيتهم كرازقيته حتى تصح المقارنة وإلا لا معنى للمقارنة إذا لم تكن رازقيتهم كرازقيته لا معنى للمقارنة وهو خير الرازق في السورة نفسها فتبارك الله أحسن الخالق وهو خير الرازق إذن هناك خالقون سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهم وهناك رازقون سبحانه وتعالى يقارن نفسه بهم كان خير الرازقين لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي أعطاهم القدرة على الرازقية وهذا أعظم ما خلق الله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها هذه أعظم العظمة وكل عظمتك عظيمة ما صدر عنهم فما صدر عنهم هو صادر عنه لكنه بالواسطة خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها هم وكل عظمتك عظيمة ما صدر عنهم اللهم إني أسألك بعظمتك كلها بهم وبما صدر عنه وكل هذا أين يتجلى يتجلى في نقطة واحدة هذه النقطة الواحدة عنوانها الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الذين يحدثونكم ويتحدثون عنه في الفضائيات أو على الإنترنت لا يفقهون شيئا من هذا العنوان يتحدثون عن شخص لا قيمة له الحجة بن الحسن العسكري هو النقطة المركزة التي تتركز فيها كل هذه المعاني فتبارك الله أحسن الخالق أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين فهؤلاء خالقون في أعلى مستويات الخالقية ورازقون في أعلى مستويات الرازقية فكيف لا يعلمون الغيب كيف يكون هذا الكلام الخالقية والرازقية لا يمكن أن تتحقق من دون أن تكون مسبوقة بعلم الغيب الكامل المطلق القضية القضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من الجدل والتأمل الطويل ما هذا قرآن أنا لا أقرأ عليكم روايات حتى تشكك في أساندها هذا قرآن فتبارك الله أحسن الخالقين الله يقارن نفسه بخالقين في أعلى درجات الخالقية وإلا سيكون كلام الله لغوة إذا كان يقارن خالقيته بخالقية ضعيفة لابد أن تكون الخالقية هنا في أعلى الدرجات في أعلى ما يمكن أن يتحقق في عالم الإمكان إنها قدرة الله الله سبحانه وتعالى خلق الحقيقة المحمدية ومنحها الخالقية الكاملة ومنحها الرازقية الكاملة وما في الحقيقة المحمدية من التجل الإلهي تجلى في محمد وآل محمد في عالمنا الأرض هم وجه الله بين أظهرنا هذه تعابيرهم هذه كلماتهم من هنا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم لماذا لأن الخالقية بأيديهم ولأن الرازقية بأيديه وإلا ما معنى إياب الخلق إياب الخلق طرا وهذا الإياب ليس محددا بزمان دون زمان لا تتصور أن الأمر محصور بيوم القيامة مثلا إياب الخلق قبل بدئه وإلى نهاية النهايات فإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وما الرزق إلا حساب وما الخلق إلا إياب الخلق إياب نحن مخلوقون راجعون إلى خالقنا آئبون إليه ونحن مرزقون حسابنا على رازقنا إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم كل ذلك تحت ولاية الله سبحانه وتعالى كل ذلك بقدرته المستطيلة على كل شيء والتي تتجلى في الحقيقة المحمدية العظمى ومن عنده هم العالون وهم الخالقون الذين يقارن الله نفسه بهم وهم الرازقون فتبارك الله أحسن الخالقين وهو خير الرازقين وهذه المضامين تتكرر في الكتاب الكريم وفي الأدعية وفي الزيارات عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تطلع على هذه التفاصيل نذهب إلى فاصل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآية كلها لضيق الوقت قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى أي ما تدعو الخالق الرازق العالي هم العالون والله هو العالي هم الخالقون والله أحسن الخالقين هم الرازقون والله خير الرازقين هذا قرآن قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أي ما تدعو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى هذه الأسماء الحسنى هي التي يرد ذكرها أيضا في سورة الأعراف في الآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآية لكن بإمكانكم أن تطلعوا على التفاصيل هذه إذا رجعتم إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك إنها خارطة العقيدة السليمة ضروري لكم جميعا أن تدرسوها مرة ومرة إلى مئة مرة إنها خارطة العقيدة السليمة بحسب منهج العترة الطاهرة لن تجد تفاصيل هذه العقيدة في كل ما عند الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا في غير هذه الحلقات أقول هذا الكلام عن علم وعن تحقيق وعن تدقيق لا لأنني طرحت هذه المعلومات في تلك الحلقات أنا أحدثكم عن حقيقة لن تجد تفاصيل العقيدة السليمة من قرآنهم المفسر بحسب تفسيرهم ومن حديثهم المفهم بحسب تفهيمهم صدقوني لن تجد ذلك إلا في مجموعة الحلقات هذه حتى في كل برامج خلال أربعين سنة لن تجد كالمضامين الصافية التي وضعتها في مجموعة حلقات أعرف إمامك أعود إلى الآية الثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 164 إنه الحديث الرابع في باب النوادر في كتاب التوحيد بسنده عن معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ماذا قال الصادق نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا هم العالون هم الخالقون هم الرازقون هم الذين عنده ومن عنده كما في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأنبياء هم الإسم الأعظم 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 الأعزل أجل الأكرم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره هؤلاء هم هؤلاء هم ألا لعنة على منهج حوزة النجا الذين دمروا عقيدة الشيعة في محمد وآل محمد ألا لعنة على علم الكلام ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على حوزة الطوسي هذه حقائق عقيدة محمد وآل محمد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ألا تلاحظون أن المضامين تتعانق تعانقا واضحا وأن الآيات مع بعضها مع الزيارات مع الأدعية مع الروايات مع أحاديثهم التفسيرية كل ذلك يشكل بنيانا هندسيا مرصوصا متكاملا على أكمل وجه هذه حقائق الدين مثل ما قلت لكم هذا عرض كلي تفصيلي من خلال هذا العرض ماذا نستنتج نستنتج أن جميع أحاديث أهل البيت التي هي في كتبنا القديمة الأصلية جميع هذه الأحاديث صحيحة لكننا لسنا ملزمين بكل مضامينها كما هي آيات القرآن آيات القرآن صحيحة لكننا لسنا ملزمين بكل مضامينها وإنما نكون ملزمين بالآيات التي ذكرت لنا الحقيقة كاملة بحسب قاعدة المطالع والمجاري لأن الآيات التي ذكرت لنا الحقيقة مجزوئة تلك آيات متشابهة والآيات المتشابهة نحن لسنا ملزمين بها نعود بها إلى الآيات المحكمة نحن ملزمون بالآيات المحكمة والأمر هو هو في رواياتهم وأحاديثهم فالروايات التي يقولون عنها من أنها من روايات الغلو ما هي من روايات الغلو تتعانق مع هذه المضامين مشكلة مراجع النجف فككوا ما بين القرآن وحديث العترة مشكلة مراجع النجف نقضوا بيعة الغدير فسروا القرآن بمنهج سقيفة بني ساعدة تحديدا بالمنهج العمري حسبنا كتاب الله رجعوا إلى اللغة وإلى عقولهم وآرائهم البائرة السخيفة وتركوا تفسير علي وآل علي وأخذوا يشنعون على جوامع الأحاديث التفسيرية أخذوا يشنعون على تفسير القمي وعلى تفسير العياشي وعلى تفسير فرات وعلى تفسير إمامنا الحسن العسكري وعلى بقية جوامع الأحاديث التفسيرية حتى على الأحاديث التفسيرية في الكاف الشريف يشنعون عليها ويضعفونها وينكرونها هؤلاء الأغبياء الأوباش السفلة الذين تلقبهم الشيعة بآيات الله العظمى هؤلاء آيات الشيطان العظمى أي آيات لله ودينهم ما هو بدين الله دين الله هو هذا ومنهج دين الله هو هذا نذهب إلى فاصل في الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة من سورة المائدة ولا أحتاج إلى كثير استدلال في بيان مضمونها وتطبيقها فهي من بديهيات ثقافتنا الشيعية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فكل المضامين المتقدمة يجمعها عنوان واحد الولاية ولاهية الله هي ولاية محمد وآل محمد والآية صريحة في هذا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هل أحتاج أن أثبت لكم من أن الآية في محمد وآل محمد أنا أخاطب شيعة وهذه من بديهيات ثقافتنا الشعية ألفت أنظاركم إلى أن الولاية واحدة الخالقية واحدة الرازقية واحدة العلو واحد لأنهم عنده واستقروا في ظله فلا يخرجون منه إلى غيره وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيره أين يتجلى هذا الاسم في عالمنا الأرض في إمام زماننا في الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه من هنا نحن نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء فهل نتوجه إلى جهة ناقصة الظلون غبران الظلون غبران وثولان هل يصح التوجه إلى جهة يقال لها وجه الله يعترها نقص عدكم عقول لو ما عدكم عقول أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هل أن الله ينصب سببا فيما بينه وبين الخلائق ينصب سببا ناقصا أي منطق هذا إذا كان السبب الذي نصبه الله ناقصا هذا يكشف عن نقص الله سبحانه وتعالى فهل يصح هذا الكلام أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين باب الله الذي منه يؤتى فهل في باب الله عيب أنتم لا تقبلون على أبواب بيوتكم الحديدية والخشبية أن يكون فيها عيب فكيف تقبلون عيبا على باب الله نحن نحن لا نتحدث عن باب بيت إنه باب الوجود باب الوجود بكل طبقاته بعوالم غيبه وشهادته بعرشه وما بعد عرشه هذا هو باب الوجود فكيف يطرأ العيب والنقص على باب الوجود الذي هو باب الله مخابيل أنتم عدكم عقول لو ما عدكم عقول لو ظلوا أنتم مشون وراها ذول المطاية المعممين هذا هو القرآن وهذه الروايات وهذا تفسيرهم وهذه زياراتهم وهذه أدعيتهم وهذا هو العقل إذا كان عندكم من عقل فهذا التشكيك في الروايات والأحاديث هذا تشكيك شيطاني ناصبي نجس قذر من عقول ذول الغبران عقول قنادر هذه ما هي عقول قنادر هؤلاء عقولهم ولذا لجأوا إلى علم القنادر الأئمة أمرونا أن نعود إلى القرآن أن نعرض حديثهم على القرآن أجريت لكم عملية جزئية في عرض الروايات التي تحدثت عن حروف الإسم الأعظم وفي هذه الحلقة أجريت لكم بقية العرض الكلي التفصيلي لعرض كل الروايات وكل الزيارات ليست رواية واحدة أو زيارة واحدة هذا عرض وقواعد للعرض عرضت من خلال هذه البيانات جميع مضامين الروايات وأنتم تلاحظون إذ كانت لديكم من خبرة حتى لو كانت جزئية في أحاديث العترة تلاحظون التطابق الواضحة ما بين أسلوب القرآن وأسلوبهم في حديثهم ومن هنا قرنوا بين الآيات وبين رواياتهم ومن هنا النبي الأعظم قال لنا تمسكوا بهما تمسكوا بالإثنين إذا ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا ما الذي فعله الطوسي وأتباع الطوسي فككوا بين الإثنين ولذا ذهبت الشيعة في ضلالها وفي تيهها من هنا تستغربون هذا الدين الذي أطرحه عليكم هذا هو ديننا الأصلي أما هذا الدين الذي عندكم فهذا دين مسق فما جئتكم بشيء من كتب اليهود أو النصارى ولا جئتكم بشيء من عندي ولا جئتكم بشيء من كتب النواصب أو الصوفيين أو القطبيين ألا لعنة الله على القطبيين كل الذي جئتكم به من قرآنهم بتفسيرهم ومن حديثهم بقواعد تفهيمهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ولاية واحدة في أفق واحد صحيح أن الآية تتحدث عن شأن دنيوي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون مدارات في الخطاب كي يميز الناس الأئمة وفقا لهذه المواصفات وإلا فإن الولاية واحدة الآية صحيحة في بيانها ورسمها وأصرح منها ما جاء في سورة التوبة في الآية الخامسة الخامسة بعد المئة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وإذا أردنا أن نستمر في الآية وستردون إلى عالم الغيب والشهادة هذا يعني أن الرسول وأن المؤمنين الذين الذين ذكروا في الآية هم أيضا في نفس هذا المضمون هم علماء الغيب والشهادة وإلا وإلا لماذا جعلت الرؤية واحدة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه الرؤية ليست محدودة بزمان أو بمكان وليست محدودة بشخص أو بمجموعة من الأشخاص وليست محدودة لا بإنس ولا بجان ولا بملائكة الخطاب القرآني موجه للملائكة وللجان وللناس للأمم الماضية عبر أنبيائها وللأمم القادمة عبر أوليائها خطاب مطلق وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه رؤية إلهية واحدة تتجلى في محمد وآل محمد وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ما هي هذه أسماء حسنة ولله الأسماء الحسنة ومرت علينا الأسماء الحسنة الصادق يقول نحن والله الأسماء الحسنة ما هي هذه الأسماء الحسنة من تجليات الحقيقة المحمدية الأسماء الحسنة ليست من تجليات الذات الإلهية بشكل مباشر بحسب ثقافة العترة لا بحسب أنا الأسماء الحسنة هي من تجليات الحقيقة المحمدية لأن الحقيقة المحمدية هي الإسم الأعظم الإسم الأعظم هو تجلي من الذات الإلهية أما الأسماء الحسنة فهي من تجليات الإسم الأعظم والإسم الأعظم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره ومن عنده كما في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأنبياء إنهم هم هم ومن غيرهم ومن غيرهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رؤية واحدة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من الذي ينبئنا في يوم القيامة محمد وآل محمد هؤلاء هم الحكام وهم الشفعاء وهم الذين سيسألون وهم الذين سيشفعون وهم 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 من قسيم الجنة والنار علي 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 قسيمها وسهيمها صلوات الله وسلامه عليه ومن سورة التوبة أذهب بكم إلى سورة الجن إلى سورة الجن وإلى الآية السادسة والعشرين بعد البسملة وما بعدها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا هذه الآية الوحيدة في الكتاب الكريم التي نسبت الغيب بشكل مباشر إلى الله فجعلته غيبا خاصا به سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن هناك من الغيب ما مرده إلى الملائكة الملائكة المسؤولون عن الأرزاق الملائكة المسؤولون عن الموت الملائكة المسؤولون عن الأمطار والرياح عن وعن وعن فهؤلاء يمتلكون علم غيب بحسبهم بحسب مسؤوليتهم لكن غيبا خاصا بالله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا في هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه على غيبه الخاص به فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول ورسول هنا نكرة منونة إلا من ارتضى من رسول رسول واحد أما إذا أردنا أن ندقق في الآية أكثر لا أريد أن أطيل الوقوف عندها فإن الحديث بالدرجة الأولى عن الذي ارتضاه الرسول إلا من ارتضى من رسول والمرتضى من الرسول من هو هو المرتضى علي المرتضى قطعا الرسول هو الأصل وهذا هو المرتضى من والمرتضى من محمد آل محمد علي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا العنوان من ارتضى من رسول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول هناك مرتضى من رسول من رسول واحد هو محمد صلى الله عليه وأهله هذه الآية خاصة بمحمد وآل محمد فقط عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا مطلقا إلا إلا من ارتضى من رسول من رسول نكرة منونة رسول واحد من هو هذا الرسول الواحد هناك رسول واحد البقية رسول بالتفرع هناك رسالة واحدة هي الرسالة المحمدية وهناك رسول واحد هو محمد صلى الله عليه وآله بقية الرسالات بقية الرسل هم خدم للرسالة المحمدية هم مقدمات لمحمد صلى الله عليه وآله هم شيعة لآل محمد فهناك رسول واحد وهناك مرتضى واحد من ذلك الرسول نفسه علي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآيات تحتاج إلى تفصيل أكثر والوقت يجري سريعا وعندي العديد من المطالب ماذا أصنع لهذا الوقت أذهب بكم إلى سورة الرعد التي تتحدث عن هذا المرتضى من الرسول في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة من سورة الرعد وهي آخر آية فيها ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هذا الشهيد هو المرتضى من الرسول والذي عنده علم الغيب بكله بكل تفاصيله من هنا صار علمه مساويا لعلم الشاهد الأول الشاهد الأول هو الله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب لا بد لشاهدين في موضوع أن يكون علمهما متساويا بنفس المرتبة والدرجة في ذلك الموضوع وهذا هو المرتضى من ذلك الرسول وهو المطلع على غيب الله فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول هو هذا ومن عنده علم الكتاب التعابير هي هي إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة من السورة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم المضامين هي هي غاية الآمر التعابير تختلف بحسب الجهة التي نظرت إليها الآية وكل ذلك لمنفعة المتلقي الحكمة في ذلك لأجل أن ينتفع المتلقي حينما نتدبر فيها ففي كل آية بحدود ألفاظها نتدبر فيها لارتباطها بموضوع معين فإن المنفعة ستتحقق لنا وإلا فإن الجوهر واحد فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول هذه نهاية العلم ومن عنده علم الكتاب المضامين هي هي وما يعلم تأويله التأويل الحقيقة عود الشيء إلى أوليته وما يعلم تأويله ما يعلم حقائقه الأولى إلا الله والراسخون في العلم القرآن كله يتحدث نظريا وعمليا في المضمون نفسه في الجهة نفسها إنهم ومن عنده إنهم العالون إنهم الخالقون الذين قارن نفسه بهم فكان أحسن الخالقين إنهم الرازقون الذين قارن نفسه بهم برازقيتهم فكان خير الرازقين المضمون العملي في سورة القدر في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر إذا كان من كل أمر فكيف أتوقع من أنه لا يعلم الغيب أو أن علمه بالغيب محدود كيف يكون ذلك من كل أمر لا بد أن يكون علمه الغيبي كاملا لا بد أن تكون حكمته الإلهية كاملة لا بد أن تكون قدرته المستطيلة كاملة لا بد أن تكون ولايته الإلهية كاملة حتى تتنزل الملائكة والروح والروح الذي هو أعظم من الملائكة وهو سيد الملائكة حتى يتنزل كل ذلك على على الإمام على الإمام المعصوم في ليلة القدر من كل آمر هذا تطبيق عملي على أرض الواقع للمضامين المتقدمة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل آمر ولماذا نستغرب هذا إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنفال وفي الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة والخطاب لرسول الله والخطاب هو هو لهم جميعا أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد هذا قول علي صلوات الله وسلامه علي القرآن يخاطب محمدا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الحديث هنا عن قبضة تراب قبضها رسول الله من أرض بدر ورمى بها وجوه المشركين وقال شهت الوجوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إذا كان هذا المنطق مع قبضة تراب من أرض بدر في حادثة جزئية محدودة في واقعة بدر فكيف يكون الكلام عن ليلة القدر حينما تتنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر يتنزلون فما يصدر منه هو صادر من الله وما رميت إذ رميت هذه شؤونهم هذا قرآنه هذا قرآنه تدبروا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قلوب مقفلة أقفلت بقذارة علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام إمامنا الباقر هكذا يقول يقول لزرارة والرواية هنا في الجزء الأول من الكافي ذروة الأمر إنه أكثر حديث ردته طيلة حياتي لأكثر من أربعين سنة أكثر حديث ردته على المنابر في الدروس في البرامج في المحاضرات فيما ألفته من كتب رددت هذا الحديث ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه هذه القلوب المقفلة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هنا المفاتيح ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وليس المفتاح فقط ومفتاحه وباب الأشياء والباب أيضا ورضى الرحمن تبارك وتعالى ما هو يا باقر العلوم الطاعة للإمام بعد معرفته كيف تتحقق المعرفة عبر هذا المنهج عبر منهج قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمهم بعد معرفته والله أشعر أن قلبي يرقص بين أضلاع طربا لهذا الحديث ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته أريد أن أعيش مع هذا الحديث وأن أموت معه إنها كلمات باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه ينقلها لنا زرارة عبر الكاف الشريف وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ماذا أقول لكم والوقت يجري سريحا هذا الرجل الشيعي الجنوبي من جنوب العراق الذي ذهب إلى زيارة أمير المؤمنين وكان أميا لا يعرف القراءة والكتابة لما توسط في الحضرة العلوية يسمع الزوار هذا يقرأ زيارة أمين الله وهذا يقرأ زيارة الجامعة الكبيرة وهذا يقرأ زيارة من الزيارات المطلقة وهذا يقرأ زيارة من الزيارات المخصوصة هو لا يدري ماذا يقول بفطرته وبما ورثه عبر الأخاديد التي شقها لنا آل محمد في واقعنا المجتمعي وإن حاول الطوسي ومراجع حوزة الطوسي أن يدفنوا تلك الأخاديد لكن بقيت آثار تلك الأخاديد في عقولنا إنها أخاديد النور من معرفتهم وثقافتهم فوقف هذا القروي الجنوبي من جنوب العراق بعد أن سمع الجميع يقولون ما يقولون وهو عاجز أن يقرأ أو أن يقول مثل الأقوال التي يقرؤونها في تلك النصوص وقف مسلما على أمير المؤمنين السلام عليك يا كلشي وكلاشي ورحمة الله وبركاته 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 أي والله يا أمير السلام عليك يا كل شيء أنت يا كلشي كلشي يعني كل شيء وكلاشي باللهجة الشعبية العراقية هي جمع لكلشي لكل شيء السلام عليك يا كلشي وكلاشي ورحمة الله وبركاته وبركاته ممكن واجب قديم حديث يا كلشي وكلاشي سيد باقر الهندي رحمة الله عليه أبيات جميلة معروفة ليس يدري يا أمير يا أمير الأمراء يا أمير الوجود ليس يدري ليس يدري ليس يدري يا كلشي وكلاشي ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يبنى من نبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث مصطلحات فلسفية كلامية تحتاج إلى شرح ممكن واجب قديم حديث عنك تنفى الأنداد والأشباه ليس يدري ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يبنى من نبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث عنك تنفى الأنداد والأشباه قلت للقائلين في أنك الله أفيق أفيق فالله قد سواه هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم جهلتم معناه أظهر الله دينه بعلي أهن لآن دينه لولاه حينما كان يعمم رسول الله عليا في واقعة الخندق يعممه بعمامته كي يخرج إلى ابن عبد ود وكان الرسول يخاطب عليا كي يسمع أصحابه الجبناء الذين كانوا يرتعشون خوفا وجبناء وهو يعممه بعمامته يقول له يا علي هذا عمر ابن عبد ود فماذا قال له أمير المؤمنين قال له وأنا علي ابن أبي طالب قال يا علي هذا فارس يليل واقعة في الجاهلية قال يا علي هذا فارس يليل قال وأنا فارس بدر وخرج علي خرج علي والنبي يردد هذه الكلمات برز الإيمان كله إلى الشرك كله أبيات تضغط علي من العينية المطلقة لعبد الباقي العمري أنت العلي الذي أتخيل خطواته بعد أن عممه رسول الله باتجاه ابن عبد ودي العامري أنت العلي الذي فوق العلا رفع أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع هو يقول عبد الباقي العمري هو يقول وأنت حيدرة الغابي وأقول له لا تقل هذا يا عبد الباقي وقل وأنت حيدرة العرش الذي عبد الباقي العمري يقول يخاطب الأمير وأنت حيدرة الغاب الذي فأقول له صح يا عبد الباقي قل وأنت حيدرة العرش الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجع سمتك أمك بنت الليث حيدرة سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم 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 بلبوة ليث أنجبت سبعة يا كلشو كلاشي القرآن ها كذا يقول إنها الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أمير المؤمنين يقول وأنا ذلك هو الإمام المبين أنا ذلك هو الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء علي هو الذي يقول لست أنا وكل شيء أحصيناه في إمام مبي السلام عليك يا كلشو كلاشي ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين هذا عرض كلي كلي تفصيلي من خلاله صار واضحا لدينا أسلوب القرآن في الحديث عن الله وعن محمد وأهل محمد وصار واضحا لدينا أسلوب محمد وآل محمد وآل محمد في رواياتهم وأحاديثهم وتلك هي معارض قولهم معارض حديثهم الوقت كان ضيقا لم أستطع أن أضع يدي على كل التفاصيل إنما أشرت إلى أهمها ولكن من خلالي هذا العرض الكلي التفصيلي نستطيع أن نقول من أن جميع الأدعية جميع الزيارات جميع الروايات والأحاديث في كتبنا القديمة الأصلية التي نعرفها ونعرف مؤلفيها ونعرف مصادرها أتحدث عن الذين يمتلكون خبرة في هذا الباب لا أتحدث عن الجميع فجميع الأحاديث صحيحة بحسب هذا العرض الكلي التفصيلي على الكتاب الكريم لكننا لسنا ملزمين بالأخذ بمضامينها كلها مثلما نحن لسنا ملزمين بالأخذ بمضامين كل الآيات فإن الآيات المتشابهة لسنا ملزمين بالأخذ بمضامينها كذاك الأمر مع الأحاديث والروايات أتمنى أن يكون جوابي نافعا مفيدا للذين سألوا وإن كنت قد فتحت المسألة المسألة على مصارعها الواسعة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى لكنني أتمنى عليكم أن تقارنوا بين هذا المنطق وبين منطق فضائيات مراجعكم بين هذا المنطق وبين منطق خطبائكم على المنابر بين هذا المنطق وبين منطق كتب تفسير المراجع بين هذا المنطق وبين منطق أصحاب العمائم وأقول لأصحاب العمائم لأصحاب العمائم الكبيرة ما الذي يضيركم لو أنكم صححتم منهج حوزة النجف وفقا لهذا المنطق ما الذي يضيركم لماذا تعيشون وتموتون وهو نحن نودع مرجعا بعد مرجع يموتون على نفس هذا المنهج الضال لماذا تموتون على ضلالكم لماذا لا تصححون المنهج الأخرق الذي أنتم عليه وفقا لمنهج العترة الطاهرة على أي حال هذا سوء توفيقكم وهذا هو حظكم العاثر ترجمة نانسي قنقر